جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي التأكيد على التسريع بإنفاذ خطة الانقاذ الاقتصادي والحد من تداعيات الانقسام النقدي الذي فرضته الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني جاء ذلك خلال لقائه اليوم برئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي ونائب رئيس الفريق عثمان الحدي لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقضية والإجراءات المنسقة مع كافة السلطات لكبح التضخم وتعزيز موقف العملة الوطنية وشدد الاجتماع على حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمحاصرة عجز الموازنة العامة وردع المضاربين بالعملات وتفعيل أجهزة الضبط وسلطات إنفاذ القانون دعما لاستقلالية البنك المركزي وسياساته القانونية في إدارة القطاع المصرفي وحيى رئيس مجلس القيادة دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية والشركاء الإقليميين والدوليين في دعم جهود الحكومة من أجل الوفاء بالتزاماتها الحتبية وفي المقدمة دفع مرتبات الموظفين وتأمين السلع والخدمات الأساسية وسبل العيش الكريم لملايين اليمنيين في جميع أنحاء البلاد ترجمة نانسي قنقر